السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفتي أتمنى أن تكونوا بتمام الصحة والعافية كاليوم إن شاء الله سأتكلم باللغة العربية بناء على طلب يعني عدة متتبعين قالوا بأنهم لا يفهموا اللهجة المغربية وكما تعرفون بالنسبة لهذا الفيديو فهو يتطلب يعني الشرح ولا يوجد يعني فيه مقادير في صندوق الوصف لهذا قرر نتكلم باللغة العربية وأتمنى أن تقبلوا يعني بلغتي بأني لست بأستاذة مهم بالنسبة لهذا الفيديو فهو سيكون خصيصا لإخواننا العرب يعني لأنهم لا يعرفون لهجتنا المغربية بالنسبة لهذا الفيديو فأنا نزلته أكثر من مرة ودائما المتتبعين يطلبون مني الشرح وأنا شرحته أكثر من مرة ولكن هذه المرة كما ذكرت لكم فهو سيكون يعني خصيصا لإخواننا العرب والمسلمين في الدول العربية لأنهم لا يعرفون لهجتنا المغربية وأتمنى أن أشرح لكم هذا الفيديو يعني بشكل جيد وتعرفون يعني الطريقة وأنا سأعمل قصارى جهدي في اللغة العربية وأتمنى أن تقبلوا بلغتي مهم الآن سنبدأ الفيديو أول شيء سأحتاج إلى لتر من الحليب بالنسبة لكمية لا يستطيع كمية محدودة يمكنكم استخدام الكمية اليومية التي تستهلكونها يعني كل يوم أما بالنسبة لنوعية الحليب هو ليس بحليب المعلب بل هو حليب كامل الدسم مهم أول شيء سأشرح لكم الحليب كامل الدسم وتاني شيء سأشرح لكم الحليب المعلب وأتمنى أن تصي لكم الفكرة بالنسبة لهذا الحليب كما قلت لكم فهو حليب طازج يعني يكون عند البائعة المتجولين يعني حليب المزارع يكون كامل الدسم بالنسبة لهذا الحليب الذي يكون كامل الدسم فهو يحتوي على دهون أكثر وإذا حضرنا بهذه الوصفة فسنحصل على زبدة أكثر لهذا سيكون فرق ما بينه وبين الحليب المعلب بالنسبة لحليب المعلب فهو أيضا يوجد فيه زبدة أو السمن ولكن كمية قليلة ليس كالحليب الكامل الدسم أتمنى أن أقوم قد قمت بشرح هذه النقطة بشكل جيد الآن سنمر إلى كيفية التحضير كما تلاحظون معي أول شيء لدي هنا وعاء يعني أو كسرونة أو أي شيء نضعه على النار وكذلك مصفات سأقوم بتصفية الحليب لأن الحليب طازج يعني حليب المزاري بعد ما قمت بتصفية الحليب الآن سأقوم بوضع الإناء على النار أو الكسرون على النار حتى يصل الحليب إلى مرحلة الغلايين سترون معي إن شاء الله هنا كما تلاحظون معي فأنا وضعت الإناء أو الكسرون على النار حتى وصل الحليب إلى مرحلة الغلايين بهذا الشكل بعد ما وضعنا الحليب على النار ووصل إلى مرحلة الغلايين الآن هناك مرحلتين بالنسبة للفكرة الأولى يمكنكم يعني تطبيق الفكرة الأولى وكذلك هناك فكرة ثانية بعد ما قمت بوضع الحليب على النار حتى وصل إلى مرحلة الغلايين كما لاحظتم معي بالنسبة للفكرة الأولى يمكنكم يعني نزع هذه الرغوة والاحتفاظ بها في المجمد فهي أيضا يوجد بها سمن يعني كل يوم نقوم بغالية الحليب يعني حتى يصل إلى مرحلة الغلايان وبعد ذلك نقوم بنزع هذه الرغوة والفرارة والاحتفاظ بها حتى نحصل على كمية يعني يمكنكم جمع الكمية في أسبوع أو في ثلاث أيام يعني تبقى على حسب الكمية التي تحتاجونها كلما جمعنا كمية أكثر كلما سنحصل على زبدة أكثر يعني سمن أكثر هناك ما تلاحظون معي فهو نفس الحليب بالنسبة للفرق ما بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية فهو نفس الحليب بالنسبة للطريقة الأولى فأنا قمت بنزع الرغوة أو الفرارة يعني والحليب لا يزال ساخن أما بالنسبة لهذا الحليب فأنا قمت بترك الحليب حتى أصبح حليب باردا وتكونت دهون يعني بالنسبة للحليب حين يبرد تتكون دهون أكثر يعني الدهون تبرد وبعد ذلك تطف على وجه الحليب أنا فقط أشرح لكم الفرق ما بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية يعني بالنسبة للطريقة الأولى لا نقوم بجمع الدهون كلها الحليب عندما يكون ساخن يعني الدهون تكون سائحة أما حين يصبح الحليب بارد فالدهون كلها تطوف على سطح الحليب هذا هو الفرق ما بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية يعني إذا كان لديكم وقت منها الأفضل أن تتركوا الحليب حتى يبرد وبعد ذلك تأخذون كمية الدهون كاملة أما إذا لم يكن لديكم الوقت فقط يمكنكم الاكتفاء بالطريقة الأولى أما بالنسبة للطريقة الثانية فهي أفضل فكما تلاحظون معي فهي تتكون يعني قشرة من الدهون نقوم بنزع هذه القشرة بالملعقة وبعد ذلك سأقوم بالاحتفاظ بها في وعاء لكي أقوم بوضعه في المجمد يعني نحتفظ بهذه الكمية بطريقة صحيحة وبنفس الطريقة يمكنكم الاحتفاظ يعني بالرغوة في المرحلة الأولى يعني نفس الشكل فقط بالنسبة لهذا الحليب فهو بارد كما ذكرت لكم أما بالنسبة للحليب الأول فهو ساخن والفرق ما بينهما بالنسبة يعني لهذه الطريقة تتكون دهون أكثر أتمنى أن أكون قد شرحت يعني بشكل جيد وتفهمون يعني علي وتقبلون يعني بلغتي العربية البسيطة الآن سأقوم بنزع الدهون كلها بهذا الشكل وبعد ذلك يصبح الحليب جاهزا يمكنكم تحضير به القهوة أو شرب الحليب يعني عادي فهو حليب طاضج كما تلاحظون معي فقط نقوم يعني بنزع تلك الدهون والاحتفاظ بها بالنسبة للكمية كما تلاحظون معي يعني كمية قليلة تقريبا كذا أربع ملاعق أو خمس ملاعق يعني كل يوم سأقوم بتحضير كمية من الحليب يعني بالنسبة لكمية فليست هناك يعني كمية محدودة فقط الكمية التي نستهلك كل يوم نقوم بجلب الحليب وبعد ذلك نقوم بوضعه على النار يمكنكم استخدام الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية وكما شرحت لكم بنسبة الطريقة الثانية فهي أفضل يكون يعني فيها دهون أكثر إذا كان لديكم الوقت أما إذا لم يكن لديكم الوقت يمكنكم تطبيق المرحلة الأولى بنسبة لهذه الكمية فأنا سأقوم بالاحتفاظ بها في المجمد حتى أحصل على كمية كثيرة وبعد ذلك سأقوم بتحضير الزبدة أو السمن يعني كلما جمعنا كمية أكثر سنحصل على زبدة أكثر أما إذا أردتم يعني فقط أن تعرفوا الفكرة إذا كانت ناجحة أم لا يمكنكم جلب اللتر من الحليب فقط وتطبيق الوصفة يعني بهذه الكمية القليلة ولكن سيكون يعني هناك كمية قليلة من السمن يعني بالنسبة لهذه الكمية يعني كمية اللتر من الحليب ستحصل تقريبا على ملعقة كبيرة من الزبدة وهكذا كما تلاحظون معي كل يوم أجلب الحليب وبعد ذلك أحتفظ بالكمية بهذا الشكل يعني الصورة واضحة فأنا هنا أريكم الأيام يعني اليوم الأول والتاني والدهون كما تلاحظون معي يعني أحتفظ بها أتمنى أن تكون يعني الصورة واضحة وتفهمون يعني الطريقة يعني دائما كل يوم أجلب الحليب وبعد ذلك أقوم باحتفاظ بالدهون وكمية الحليب يعني أستهلكها يعني بشكل عادي يعني بالنسبة لهذه الطريقة فهي ناجحة مئة بمئة وكل يوم نقوم باستهلاك الحليب فلماذا لا نقوم بالاحتفاظ بالدهون ونشرب الحليب ونقوم بتحضير الزبدة فهي طريقة سهلة فقط ما عليكم إلا أن تقوموا بوضع الحليب على النار وبعد ذلك تركه حتى يبرد ساعتين أو ثلاث ساعات أو ليلة كاملة إذا كان لديكم الوقت وبعد ذلك نقوم بنزع الدهون والاحتفاظ بها في المجمد فهي لا تأخذ مننا الكثير من الوقت يعني وقت قليل وفي النهاية نحصل على زبدة طبيعية يعني زبدة منزلية صالحة للأكل والطهي ويمكنكم استخدام هذه الزبدة كما ترغبون يعني تصلح لكل شيء وهكذا سأستمر يا أحبائي كل يوم أقوم بجمع الكمية حتى أحصل على كمية كبيرة كما ذكرت لكم كلما جمعنا يعني كمية كثيرة من الدهون سنحصل يعني على زبدة أكثر سأستمر بنفس الطريقة لمدة أسبوع أو خمسة عشر يوما يعني تبقى على حسب كميات الحليب التي تستهلكونها كل يوم كلما كانت الكمية يعني كبيرة إذا كنتم يعني تستهلكون لترين من الحليب أو ثلاثة أو لتر ونصف فالكمية الدهون يعني ستجمعونها في وقت وجيز يعني لن تحتاجوا إلى أسبوع كامل فقط خمس أيام ستقومون يعني بتحضير كمية وكما ذكرت لكم من قبل إذا أردتم يعني تطبيق الوصفة يعني وتعرفونها إذا كانت نجحة أم لا ما عليكم إلا جلب اللتر من الحليب فقط وتطبيق الوصفة يعني نقوم بأخذ الدهون وبعد ذلك نضعه في التلاجة لمدة ساعتين ونقوم بتحضير الوصفة كما أشرح في الفيديو يعني لا يحتاج منكم يعني أسبوع كامل هذا فقط إذا أردتم أن تعرفوا الوصفة نجحة أم لا أما أنا أؤكد يعني أكثر من مرة بأن الوصفة ناجحة مئة بالمئة وأنا دائما أقوم بتحضير الوصفة في منزلي يعني وهي لا تحتاج منا الكثير من الوقت فهو فقط روتين منزلي يعني عادي كل يوم نقوم بتحضير الحليب والقهوة والشاي يعني فقط يعني يبقى عمل منزلي وهنا كما تلاحظوا معي بعد ممر التقريب أنا أكد أسبوع فأنا يعني أستهلك يعني كمية كثيرة من الحليب يعني في اليوم تقريبا لترين من الحليب لأن عائلتي كبيرة يعني في وقت وجيز أقوم بجمع كمية كبيرة هنا لدي يعني في الوعاء كمية وكذلك في هذا الوعاء الثاني يعني كمية كبيرة ما شاء الله سأريكم فأنا أخرجت الكمية من المجمد كما تلاحظون معي فأنا لم أضع لها دامة ولا أي شيء فهي فقط عبارة عن دهون التي أجمعها كل يوم بهذا الشكل سأضع الكمية كلها ما شاء الله كمية كبيرة كما ذكرت لكم فأنا أستهلك يعني الحليب بكمية كبيرة الآن سأقوم بتطبيق الوصفة يعني كيفية تحضير الوصفة هنا كما تلاحظون معي لدي طراب كهربائي يعني عادي الطراب الذي نحضر بها العصير سأضع تقريبا أربع أو خمس ملاعق لا تضعوا كمية أكثر إذا وضعتم يعني كمية أكثر فلن يخرج معكم الضبدة وسيتحول الحليب إلى كريمة وكذلك سأحتاج إلى الماء البارد يعني الماء يكون في المجمد تقريبا يوجد به يعني أحجار من الثلج سأضع تقريبا هكذا أربع كؤوس من الماء يعني الكمية تظهر في الشاشة يعني فقط أربع ملاعق من الدهون وبعد ذلك نقوم بوضع كمية من الماء بالنسبة للماء ليست هناك كمية محدودة يعني ثلاث كؤوس أو أربع كؤوس وبعد ذلك سأقوم بطحن هذه الكمية بالنسبة للمدة فهي لا تأخذ منا إلا دقيقة ونصف أو دقيقتين يعني بالنسبة للعنوان أنا أقول فيه يعني دقيقتين فأنا لا أتكلم يعني على الكمية التي أجمعها في أسبوع فقط أذكر لكم يعني بالنسبة للمدة كيفية تحضير الزبدة أما هي ضروري يعني سنأقوم بجمع الكمية في أسبوع أو ثلاث أيام أو يوم يعني تبقى على حساب الكمية التي ترغبون يعني بتحضير الزبدة أما بالنسبة للوقت يعني في الطراب الكهربائي سنحتاج فقط إلى دقيقة أو دقيقة ونصف أو دقيقتين وكما تلاحظون فأنا لدي طراب عادي أما إذا كان لديكم طراب يعني من نوعية جيدة فهو لا يحتاج منكم إلا أقل من نصف دقيقة وإلا ستصبح الزبدة عبارة عن زيت يعني حين نقوم بطحن الزبدة دائما نقوم بالنظر يعني في الطراب الكهربائي وحين تتبين لنا هكذا الزبدة يعني على شكل حبيبات نتوقف يعني بالنسبة للطراب الكهربائي هناك فرق ما بين الطراب يعني كل طراب لديه سرعة يعني مختلفة أنا أتكلم عن هذا الطراب فهو عادي يعني طراب كهربائي عادي أما إذا استخدمتم الطراب الكهربائي يعني بسرعة عالية احضروا ألا تصبح الزبدة يعني عبارة عن زيت ومرة أخرى أتمنى أن أكون يعني قد قمت بشرح الفيديو يعني وتفهموني علي وأستسمح على لغتي العربية فأنا لست بأستاذة فقط أشرح لكم يعني بقدر الإمكان الآن سأقوم بالطحن كما تلاحظ معي أطحن وبعد ذلك أتوقف يعني لا أقوم بالطحن يعني دفعة واحدة كما تلاحظ معي فقط قمت بالطحن تقريبا ثانية أثلاث ثواني فتكونت الدهون فأنا هنا أريكم بأصبعي بهذا الشكل سأقوم بالطحن يعني مرة ثانية دائما أقوم بالطحن وأتوقف أما إذا طحنتم هذه الزبدة وتكونت معكم إلى كريمة يجب أن تضعوا كمية أكثر من المياه يعني تقوم بإفراغ الكمية يعني تقصيمها وتضعون المياه يعني هذه في حالة إذا وضعتم يعني كمية كثيرة من الدهون كونوا أكيدين بأنها ستتحول إلى كريمة وأكدها لهذه النقطة يعني أكثر من مرة فقط نضع ملعقتين أو ثلاث ملاعق أو أربعة بالكثير يعني لا نضع أكثر من أربع ملاعق وبعد ذلك نضع كمية من الماء وإذا قمتم بالطحن الكمية وتحولت إلى كريمة وأكد عليها عليكم أن تقوموا بتقصيم الكمية وتكتير المياه في الخلاط الكربائي هذه نقطة يعني أساسية ودائما أقوم بطحن الكمية والتوقف بالنسبة للطحن فأنا أكرر يعني لا يحتاج منا إلا دقيقة ونصف وبالأكثر دقيقتين ودائما أقوم بالطحن والتوقف وهنا الصورة واضحة فالزبدة تتكون يعني في الخلاط الكربائي في هذه المرحلة فقط أقوم بالخلط والتوقف يعني تقريبا لمدة ثانية وأقف لمدة ثانية وأقف يعني في المرحلة الأخيرة وهكذا تكونت معي الزبدة كما تلاحظ معي سأقوم بوضعها في هذا الإناء يعني كما تلاحظون معي فقط أربع ملاعق من الدهون حضرت يعني تقريبا ثلاث ملاعق من الزبدة الآن سأريكم طريقة أخرى بنسبة لهذا الحليب الذي يوجد في الإناء أو في الكسرون فهو فقط قمت بوضعها على النار هذه يعني تقريبا مرت عليه ساعتين أو ثلاث ساعت يعني حتى تتكونت الدهون يعني لم أقوم بوضعه في المجمد بتاتا سأريكم هذه الطريقة وتتأكدوا بأنها طريقة ناجحة مئة بالمئة يعني أمام أعينكم سأقوم بنزع هذه الكمية يعني كمية الدهون بالملعقة ومباشرة سأقوم بوضعها في الطراب الكهربائي يعني لم أقوم بوضعها في المجمد بتاتا وهكذا مباشرة سأقوم بوضع كمية الدهون في الخلاط الكهربائي بهذا الشكل يعني بالنسبة لهذا الحليب كما شرحت لكم قمت بوضعه على النار حتى وصل إلى مرحلة الغلايان وبعد ذلك تركته تقريبا أربع ساعات أو خمس ساعات حتى تتكونات الدهون وبعدها مباشرة أضعه في الخلاط الكهربائي بهذا فقط لكي أريكم بأن الوصفة ناجحة مئة بالمئة مباشرة سأقوم بوضع الماء البارد وأؤكد بالنسبة للماء يكون يعني تقريبا يوجد فيه أحجار من الثلج وبعدها سأقوم بطحن الكمية بنفس الطريقة أقوم بالطحن يعني تقريبا هكذا عشرين ثانية وأتوقف وأستمر حتى تتكون يعني حبيبة الزبدة حين نقوم بطحن هذه الزبدة لنقوم بطحنها دفعة واحدة وهكذا أقل من دقيقة تكونات الزبدة كما تلاحظون معي بهذا الشكل يعني طريقة ناجحة مئة بالمئة إذا أردتم التأكد ما عليكم إلا تطبيق الوصفة كما قمت بتطبيقها الآن يعني نقوم بوضع الحليب ونطركه تقريبا أربع ساعات وبعد ذلك نقوم بطحنه مباشرة بالنسبة لهذه الكمية يعني تقريبا كان لدي لطر من الحليب سأحصل تقريبا على ملعقة كبيرة من الزبدة يعني ما شاء الله تقوم بشرب الحليب وأكل الزبدة في نفس الوقت يعني لا يحتاج منكم يعني وقت كثير لكي تحصلون على الزبدة وكذلك الحليب والكمية كما تلاحظون معي في لطر من الحليب ما شاء الله يعني كمية كثيرة وبالنسبة لهذا الحليب فأنا يا أحبائي استخدت حليب كامي لدسم يعني حليب المزارع ليس بالحليب المعلب كما شرحت لكم بالنسبة للحليب المعلب لا يوجد فيه كمية كثيرة من الزبدة كما تلاحظون معي يعني ملعقة كبيرة من الزبدة وهكذا يا أحبائي بنفس الطريقة دائما أقوم بوضع أربع ملاعق وبعد ذلك أضع كمية من الماء وأستمر بنفس الشكل أقوم بطحن الكمية بأكملها ونلتقي مجددا بعد ما قمت بطحن الكمية بأكملها كما تلاحظون معي ما شاء الله كمية كثيرة من الزبدة يعني تقريبا نصف كيلو من الزبدة لأنني كان لدي يعني الكثير من الدهون تقريبا 15 يوما وأنا أجمع في الكمية وهنا من الأفضل أن نستخدم الياد لكي نقوم بجمع الزبدة عن سطح الحليب أو المياه فهي لا يوجد بها حليب فقط المياه اللي إذا وضعناها فالحليب لقد شربناه يعني في الأول نحصل عليه الحليب مرتين فهذا يعني مجرد ماء والكمية ما شاء الله كمية كثيرة من الزبدة سأقوم بلمة الزبدة بأكملها وحتى بالنسبة للزبدة يا أحبائي كما تلاحظون معي فهو لونها أصفر يعني زبدة طبيعية ما شاء الله وهكذا نكون يعني قد شربنا الحليب وفي نفس الوقت حصلنا على الزبدة ولم تأخذ يعني من الكثير من الوقت فهو فقط يبقى يعني روتين منزلي عادي نقوم بيعني بتحضيره يعني كل يوم الآن سأريكم يعني كيفية غسل الزبدة حتى وإذا احتفظتم بها لمدة سنة فهي تبقى يعني طبيعية يعني لا تنتهي مدة صلاحيتها بتاتا تبقى كما هي بالنسبة لغسل الزبدة أيضا سأحتاج إلى الماء البارد يعني دائما نقوم بغسل الزبدة وكذلك طحنها بالماء البارد فكما نعرف فالزبدة يعني عبارة عن دهون يجب يعني أن نقوم باستخدام الماء البارد لكي لا تدوب معنا هنا في إناء سأضع كمية من الماء البارد يعني كما ترون معي فهو يوجد به أحجار من الزلج بهذا الشكل أنا فقط يعني أريكم الصورة لكي ترون معي يعني بشكل جيد وبعدها سأقوم بوضع الزبدة أو السمن في الماء وأقوم بغسله بشكل عادي حتى يصبح الماء صافي لا يوجد به يعني أي لبن أو أي حليب يعني يصبح الماء صافي ودائما نقوم بغسله بالماء البارد يعني نقوم برمي الكمية وبعد ذلك نضع كمية جديدة من الماء حتى نحصل على الماء صافي هنا سأريكم يعني الزبدة التي قمت بتحضيرها من قبل فبالنسبة لهذه الزبدة فهي تقريبا لديها ثلاث أشهر فلونها يعني أصبح أصفر أكتر وبالنسبة للزبدة يعني تبقى كما هي يعني تصبح عبارة عن السمن يعني بلدي يعني كما نقول نحن بالمغربية يوجد به رائحة يعني رائحة السمن يمكنكم تحضير بها أطباق يعني كما نعرف يعني في الدول العربية يعني ولا المغرب والدول كلها يعني المسلمين كلهم يقومون بتحضير يعني السمن طبيعي لتحضير عدة وصفات كلها لا تتميز بوصفاتها المختلفة بالنسبة لهذا السمن فهو يمكنكم تحضير به أطباق مختلفة فهو يكون به رائحة طيبة يعني بالنسبة للناس الذين يحبون أكل السمن أما بالنسبة لهذا السمن يمكنكم الاحتفاظ به لسنتين ثلاث سنوات فهو فقط يصبح يعني السمن قاطع برائحة بالنسبة لهذا السمن يعني إذا أردتم يعني السمن برائحة ما عليكم إلا أن تقومون بغسل السمن يعني بشكل جيد حتى يصبح ماء صافي إذا تبقى لبن أو حليب في الماء فالزبدة يعني ستفسد لم تبقى يعني صلاحيتها أكثر الأساس بنجاح هذه الوصفة يجب أن نقوم بغسل السمن يعني الزبدة بشكل جيد حتى يصبح الماء صافي وبعد ذلك نقوم بوضع القليل من الملح يعني عادي يعني نتذوق السمن حتى يصبح يعني مدقه يعني جيد ليس بماله وبعدها نحتفظ يعني به في عبوات من الزجاج يعني تكون محقمة يعني مغسولة بشكل جيد نقوم بوضع السمن يعني في عبوات من الزجاج وبعد ذلك نقوم بالاحتفاظ بالسمن يعني ليس في الثلاجة يعني خارج الثلاجة إذا وضعناه في الثلاجة فلن نحصل على الزبدة برائحة فهو سيبقى سمن عادي بالنسبة لهذا السمن إذا أردتم يعني سمن برائحة عليكم الاحتفاظ به خارج من الثلاجة يعني بالنسبة للمدة إذا أردتم هكذا يعني سمن برائحة فهو تقريبا يعني سيأخذ منكم شهر يعني خارج الثلاجة وبعد ذلك يمكنكم يعني أن تضعوه في الثلاجة يعني بالنسبة لهذا السمن يمكنكم الاحتفاظ به خارج الثلاجة سانة سنتين فهو يبقى يعني سمن برائحة لا يفسد يعني بتاتا وهكذا سأستمر بغسل الزبدة كما ذكرت لكم حتى يصبح ماء صافي وهنا كما تلاحظون معي فالمياه أصبحت مياه صافية بهذا الشكل يعني لا يوجد بها حليب أو لبن يعني نقوم بوضع المياه حتى يصبح يعني ماء صافي وبعد ذلك أضع القليل من الملح يعني في الغسلة الأخيرة يعني في الماء وأقوم بغسل الزبدة للمرة الأخيرة في كمية من الماء وكذلك الملح وهذا هو شكل الزبدة بعدما قمت بغسلها يعني تكون زبدة طازجة وفي نفس الوقت يعني نقوم بغسلها بالماء البارد هكذا لكي نحصل على هذا القوام أما إذا وضعنا يعني ماء ليس ببارد فالزبدة يعني ستدوب معنا ولن نحصل على هذا القوام لهذا من الضروري أن يكون الماء بارد ويوجد به يعني أحجار من التلج فأنا أؤكد على هذه النقطة أكثر من مرة بعدما قمت بغسل الزبدة بشكل جيد الآن سأوريكم يعني كيفية الاحتفاظ هنا لدي عبوة من الزجاج سأقوم بورع الزبدة بهذا الشكل ويمكنكم أيضا استخدام يعني عبوة صغيرة فهي أفضل وبعد ذلك سأقوم بتغطية الزبدة والاحتفاظ بها فقط هناك نقطة إذا أردتم يعني سمن برائحة كما ذكرت لكم من قبل يعني لا تستخدمون العبوة التي يكون يعني فمها كبير يعني الغطاء يعني كبير استخدموا العبوة التي تكون يعني هكذا مجموعة من الأفضل وهنا أريكم كمية الزبدة يعني ما شاء الله فأنا دائما أقوم باستخدام هذه الطريقة والزبدة لا تخطعني يعني دائما في المنزل أشرب الحليب وكذلك أقوم بتحضير الزبدة وهذه العبوة فأنا يعني أتناول منها الزبدة كل يوم وهذه العبوة الصغيرة فهي برائحة كما تلاحظون معي بالنسبة للون الزبدة فهو يتغير يعني ما بين الزبدة الطازجة وكذلك السمن يعني الذي أصبح برائحة بالنسبة لهذه الزبدة يعني إذا أردتم يعني الاحتفاظ بها حتى تصبح السمن من الأفضل أن تستخدموا العبوات الصغيرة بهذا الحجب يعني لا تستخدمون العبوات الكبيرة يكون فمها كبير وتكون يعني غير محكمة الإغلاق يعني من الأفضل أن نستخدم يعني العبوات الصغيرة ولا نستخدم الكبيرة في العبوات الصغيرة فهي تكون محكمة الإغلاق يعني بشكل جيد لهذا من الأفضل أن تستخدموها وهذه أحبائي كانت طريقات كيفية إخراج الزبدة من الحليب بأسهل طريقة هكذا يمكنكم استهلاك الحليب وكذلك الزبدة أما بالنسبة لهذا الفيديو فهو خصيصا لإخواننا العراب في العالم العربي طلبوا مني أن أشرح لهم باللغة العربية لأنهم لم يفهموا درجتنا المغربية وأتمنى أن أكون قد شرحت بشكل جيد وأن يقبلوا بلغتي البسيطة فأنا لست بأستاذة فقط أقوم بشرح بعض الكلمات باللغة العربية وأتمنى أن تفهموا علي أما بالنسبة لهذا الفيديو فأنا قنت بتنزيله أكثر من مرة ودائما يطلبون الشرح أكثر ومع ذلك أشرح أكثر من مرة فأنا فقط يا أحبائي أولد هكذا أن أقدم لكم وسطة ناجحة بسيطة وإذا لم تفهموا كلامي بالدرجة فأنا أكتب المقادير في صندوق الوصف باللغة العربية يمكنكم فقط أن ترى الصورة والمقادير مكتوبة في صندوق الوصف أما بالنسبة للفيديوهات التي تتطلب هكذا شرح أكثر ولم تفهموا علي بالدرجة بكلامي المغربي قد اتركوا لي تعاليق أسفل الفيديو فأنا دائما أقرأ جميع التعاليق وأنا مستعدة لكي أشرح لكم الفيديو باللغة العربية يعني لغتي البسيطة وأتمنى أن تفهموا علي أما بالنسبة يعني لوصفات العادية كما ذكرت لكم فالمقادير توجد في صندوق الوصف والصورة يعني واضحة يوجد بها كل يعني التفاصيل وهكذا يا أحبائي أكون قد وصلت إلى نهاية الفيديو أتمنى أن تنال إعجابكم الفكرة وكذلك الوصفة أكون يعني شرحت الوصفة بشكل جيد وتقبل بلغتي البسيطة فكما ذكرت لكم فأنا لست بأستاذة فأنا فقط أقوم بشرح يعني بعض النقاط كما نعرف يعني إخونا العرب يعني المسلمين يعني في العلامة العربي لا يفهمون لهجتنا لهذا فأنا شرحت يعني هذا الفيديو بناءًا عن طلابكم أتمنى أن أكون يعني شرحتكم بشكل جيد وهكذا يا أحبائي أستودعكم الله نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر وصفة ثانية مع سلامة